السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازايكم يا بنات يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة هنعملها مع بعض. وصفة مجربة ومضمونة مية في المية. ونتجتها فعالة مية في المية. ان شاء الله يا جماعة هتجد معاك نتيجة كويسة جدا خلال اسبوع او عشر ايام بك كتير. هتبص تلاقي ما شاء الله ايه النتيجة بين عليك. تمام? يلا بنات سموا لك كده وعمو لايك. عايزة لايكات كتير للفيديو. شير يا جماعة للفيديو. علشان كل الناس تستفيد منه. اللي لسه بشوف قناتي الاول مرة. يريد تعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس. ويلا بنا نشوف الوصفة بتاعاتنا النهاردة. هتكون عبارة عن ايه? الوصفة بنات بتاعاتنا ان شاء الله اللي احنا هنعملها مع بعض. دي هتزود نسبة الحرق معاك بطريقة رهيبة. يعني ايه? تعال اقول لكم ازاي. اول حاجة انا معايا يا جماعة الارفة. طبعا كلكوا عارفين الارفة دية لها مفعول سحر في حرق الدهون. انا مش عايزة اقول لكم طبعا اكيد كلكم مجربين وعارفين. دي يا جماعة الارفة. دي اول حاجة معايا اللي احنا هنستخدمها في الوصفة بتاعتي. طبعا كلكوا عارفين فوائد الارفة وعارفين ان الارفة لها مفعول رهيب في حرق الدهون. تمام? ده كده يا جماعة اول مكون معايا انا حطيته اللي هو الارف. طبعا منتش يعني مش تيهين عن فواد الارف. اه الارفة دي بتحرق يعني معاكي دهون بنسبة فعالة مية في المية. الوصفة دي يا جماعة كويسة جدا جدا. للناس اللي هي بتشتكل من مواطق استفلية في البطن وفي الارضاف والجناب والحاجات ده كلتا. اي مناطق زي ده عندك. ده بازن الله بتعمل على حرق الدهون تماما. وتنزل الوزن معاكي يعني بسرعة رهيبة. مش هنقول مسلا في اسبوع او في اسبوعين. لا. عشر تيام بالضبط بازن الله هتبنى عليك النتيجة. وفعلا هتكتبولي في الكومنتات يا جماعة وتقولي اللي الوصفة دي جابت معاكي نتيجة كويسة جدا. طيب بعد كده هنعمل ايه? ده يا جماعة انا معي المية السفنة اهية. طبعا لازم تكون المية مغلية. على معلقة الارفة دي. ده يا جماعة بقى الارفة بعد ما اتقلبت وبقت بالشكل انت شايفينه دوت. طيب في حاجة بقى ان شاء الله كمان هنحطها على الكوبية ديت علشان تجد معاك النتيجة كويسة جدا. في ناس هتقول لا ده تبقى مرة ومش هقدر اخدها. ماشي هنقول لا بس ما تاخد السكر. هنقول ما تحط السكر على الكوبية دي خالص. طيب هناخد ايه? هناخد معلقة عسل على الكوبية دي. حاجة بسطة جدا بس ما شاء الله هتجد معاك نتيجة ممتزة جدا جدا. ده جماعة معلقة العسل اللي انا هحطوها على الارفة. ده كده يا جماعة الكوبية بقت جاهزة معي هي بعد ما قلبتها وحطت عليها معلقة العسل. وبقت بالطعم دوت وبالشكل دي. طبعا انا دقتها لقد طعمها كويس جدا. وطعمها له 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 مرارة وله مزز ولا حاجة وما ما فيش منه اي مشكلة ان انت ممكن تغديه. طيب هتغدي قد ايه? انا فعلا يا جماعة فعلا والله انا من عايز اقسم ولا اقول لكم اقسم بالله ان الوصفة دي هتجيب لكم نتيجة ولا الكلام اللي انتم بتسمعوه من اي حد تاني الوصفة ديت او الكوبة دي دي فعلا هتجيب معاك نتيجة ممتازة جدا جدا. بس لو انت عملتها صح ومشيت عليها بالطريقة اللي انا هقول لكم عليها ديت. اه طيب هناخدها امتى ممكن تغديها بازن الله. اه مر على ريء الصبح على ريء كده قبل ما تاكل او قبل ما تشرب اي حاجة تكون عاملة الكوبة ديت ومجاهزة. طيب. دقيقة من النوم وتقوم مجاهزة قبل ما تفترق قبل ما تعملها اي حاجة. هتكون مجاهزة الكوبة ديت وتسيبها كده لمدة عشر دقايق. تغطاها طبعا بحاجة زي ديت وتسيبها كده لمدة عشر دقايق. بعد كده هتاخدها على الريء. طعمها جميل جدا يا جماعة واش لها مررة بقى ولاها لها لسعة ولا الكلام ده كلاته. لأ سهلا انت تعملها وتاخدها على الريء. كل يوم اعملي نفس الكوبة ديت وخديها. طيب هناخدها امتة تاني يعني اعتبر امتة تاخدها مرتين في اليوم. مرة على الريء ومرة قبل العشاء. ويا ريت يا جماعة فعلا يا ريت يا ريت العشاء بتاعكو يبقى خفيف علشان تجيب معاك نتيجة اسرع. وتجيب معاك نتيجة كويسة. يا ام عشاء خفيف يا ام ياريت ما تتعشوش خالص. تمام? طيب هنسيب الكوبة ديت حوالي عشر دقايق وبعد جده هناخدها بعد عشر دقايق. جماعة بقى كانت الوصفة بتاعكنا سهلة وبسيطة. وفي نفس الوقت هتجيب معاك نتيجة كويسة جدا. بلاش بقى كتر الحاجات على بعدها ونحط ده ونحط ده ونحط ده. لأ. هو مكون واحد يا جماعة بس ناشاء الله يجيب معاك نتيجة كويسة جدا جدا. عايزكم تجربوها وتبعتولي في كومنتات وتقولولي. يا ريت يا جماعة لو الوصفة عجبكم. لا تنسوش تعموه لايك للفيديو. واللي لسه بشوف قناتي ياريت يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.